وفاة المزيع العراقي سلام زيدان في السويد اليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة توفي المزيع والإعلام العراقي سلام زيدان اليوم الأربعاء عن عمر النهازة 75 عاما بمقر إقامته في السويد التي يعيش فيها منذ سنوات طويلة وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الإعلام العراقي في المهجر بعيدا عن الوطن متسائلين عن سبب وفاة مفاجئة التي لم يتم الكشف عنها من قبل أسرة الإعلام الراحل أو المقربين منه وفي تواصل مع مصدر من عائلة الإعلام العراقي في السويد طلب عدم الإفساح عن هويته أكد أن وفاة زيدان طبيعية نافيا أي شكوك بشأن وجود شبهة جنائية حول وفاته وأضاف المصدر قائلا الإعلام العراقي سلام زيدان عمره كبير والوفاة كانت طبيعية ولا صحة لأي شكوك وأرد من جانبي على هذا الأمر لقد كان يمر بالظروف صحية غير مستقرة خلال الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته وإشار إلى أن الإعلام العراقي سلام زيدان شغل مناصب عديدة في الإعلام العراقي فقد عمل مزيعة لإزاعة جمهورية العراق في العصمة بغداد خلال فترة أثمانينات من القرن الماضي ثم أصبح مقدما للنشرات الأخبار الرئيسية في تلفزيون العراق خلال تسعينيات واستمر بالحضور الإعلامي والإقامة في وطن حتى عام 2003 هاجر سلام زيدان إلى السويد للإقامة فيها مع زوجته المزيع نوال عبد الكريم وابنته واستقروا هناك حتى اليوم إن الله ونالي رجعون عزاؤنا للشعب العراقي بشكركم على حسن يقسم معكم